بسم الله الرحيم، سنتحدث عن الرينو فيروس الرينو فيروس يسبب البرد ويقول أنه في مئة وعشرة سيرة زكرة لكي يفصر ويقوم بإنسان في سيزن الواحد الترانسميشن ممكن عن طريق الأيروسول أو الدروفلت وهي لا تتعدى المتر عن الإنسان المصاد أما الدار الوصول بإيد الإنسان الملوثة نتيجة أنه سلم على إنسان آخر أعتص في إيده أو عن طريق ملمسته لكي يفصر المرضى الوصول بشكل يوم أو أثنين يوم ويقول أنه غير إنفكتب في الأول إيرن في الجديد يوم سيزن كفيند ورنين هذا هو الرينو فيروس أو الرينو فيروس يقول أن الباثيجناز نضيج الواحد في الأول يحيب إذن في تراؤ المنزل يحيب إرصال الدروف في الأول في 15 سنة ويقول أن السيزن يحيط برأس في الغنو في الواحد يوجد بشكل يوقف إنسان الغنو في الحصول أتثر، إنسان السيزن الغنو في الباثيجناز يقول انه لا يستطيع ان يتحمل درجة حرار 37 تحسب بعد الثمنكول خصوصا في الأطفال بيجي لهم أوتايتس ميديا و برونكايتس و بيجي لهم سايموسايتس و دائما الولد يشتكي من ودانه توجه فريتمنت مفيش فريتمنت لهذا الفيروس فريكوناريل تحت الفير و داها بيعمل لفريتين كبسين فما بيقدرش يخترق الخلال فاكسين اللي موجود بردنو باكسين لانه مفيش كروس بروتكشن بين المائة و عشرة سيروتياز الفيروسات اللي ممكن تعمل سامتون ممثلة لكما نقول ممكن نعمل لها الممثلة لها أدنويروس و الإنفلونزا و الفيروس و الـPara-influenza و الـSpiral Sensitive Virus و الكورونا الغينوياس يترنون أي سيئس كميكيشن أو إلنا بعكس الإنفلوانزا فيروس والفاراانفلوانزا والسبت للسنسيتي البارس إلا ممكن يعملوا سيئر اسبات للإلنا أوثوميسوفيروس تكون إنفلوانزا فيروس إنفلوانزا فيروس بتنتمي إلى الفاميلي اسماها أوثوميسوياس عبارة عن سفيريكل و لها انفلوت و نقول ان يتمايز القرق ان يفتح انه سيجميز عندنا ثلاث تايب للانفلوينزا فيروس تايب A, B, C according to the nuclear capsule It attack respiratory cells where DNA turns out and inboxs influenza A and C In fact multiple species While B only based on man influentialVirus in the most relevant human virus It attacks also the wild attack الاخواتيك برد التور البحرية are the natural host of influenza A الكارات subtypes الموجودة في الإنسان هي subtypes H1 and 1 وحنا نعرف زي الموضيطر جد وهي H3 and 2 influenza B ما فيش no division into subtypes reassortment with A type A occurs and cause a human epidemic influenza C attack human and pigs shape influenza virus is round and could be filamentous genome RNA has 8 segments nucleocaseed وحنتظر على صور هذه الصورة الأولينية هنشوف ان RNA includes the nucleocaseed ومن بره هنلاقي envelope بتاعه عبارة عن lipid lipoprotein وبنقول الاسود زي ما حضرتكم شايفين اللي هو الهيم den المثينيين الإ mulatus التواصل اللي هي مستخدم الغامع Electric protein عندنا هنا برضو صورة تانية اللي هي الهيليكل نيوكل كابسيل يعني يعني ايه نيوكل كابسيل قولنا قبل كده الار اين اي بلاس الكابسيل بتاعه بره برضو بنشوف ان فيه الهيوم قبل فيين وفيه النيون بيز بينهم بيبقى فيه ال M protein او المتريكس protein المورفولوجي بنقول ان فيه envelope او الميكو protein اللي هما النيوني ديز و الهيوم ابتيني المورفولوجي بنقول ان هو بوكس شايت وهو المسؤول على الفيليز من الميكو سر بالنسبة للهيم أجليتينين هو المسؤول الأول على الاتاتشمنت بتاع الفيروس للخصة برضو بيتميز الانفلوانزا فيروس عن طريق الهيم أجليتينين هو بيمسك في الارباسيز بياتاتش في الارباسيز يعني الهيم أجليتينيشن وده أساس المؤمنين الانفلوانزا اللايبو بروتين انفلوف عبارة عن ديفيد وممكن بيبقى السلطة للديرجين والسولفين والهيت والدراينج عشان كده ممكن تقصد إليك بالماء والصابون والألقفول تقصد إليك بالألقفول ممكن يتقتل في هذه الحالة الارباس اللايبو بيحصل اللايبو بيحصل اللايبو بيحصل اللايبو بيحصل إذا عندنا ايب أن بالتكلم اللايبو بيحصل موسيق Хотя H3N2 يعني Subtype هم البيثيين Subtype 3 and Neuridense Subtype 2 Reassortment بتحصل وحنقول يعني Reassortment في Slice في المستقبل عبارة عن definition Mixing of Genetic Materials وده اللي بيساعد أحكاية الميكسين إنه الفيروس يتميز بوجود 8 segments إنه النوكليس بتاعته الRNA عبارة عن 8 segment Infecting the same set It occurs among Influenza virus and why because they contain 8 distant segments of RNA If a single host is infected وحنشوف إن الhost تحيكون pigs لو تبقى infected by human influenza virus أو avian influenza virus يدخلوا at the same time فيتباتلوا segment ويطلع new strain containing 8 segment to continue property بتاع infant يبقى new reassortment and share property بتاع parental change زي ما حدثتك شايف المشاكل المشاكل عنده 8 segment لونهم أخضر و avian 3 نتج عنه new virus اللي هو الاخذ من human title الأخضر و 2 من avian إذن هذا virus الجديد ممكن لسبب مشاكل في المستقبل لأن السرين الجديد الإنسان ما عندوش مناعة وبيعمل outbreak إذن بنقول إن reassortment is causing antigenic shift reassortment is major genetic shift بنقول إن ده بنسبب outbreak لل influenza ده ما حدثتك شايف بردو تاني إن هي آدي الخلية دخل فيها لتنين ونتج عليها البوكس اللي هو مثلا اللي هو دون آآ اهو آآ جه من الخلية اللي تحت الإفليونزة اللي تحت أما الإفليونزة اللي فوق اجد البوكس الأخضر ده إذن new virus آآ ممكن نعمل outbreak أو epidemics agenda لأن الإنسان آآ ما عندوش مناعة لهذا البوكس and only in type A زي ما حدثتك شايف إن عائدك الشمال avian type highly pathogenic وعلى عائدك human type نتج عنه new high pathogenic human type antigenic drift عبارة عن mutation point mutation في الـ amino acid substitution هين المتجمين بس وتحصل في كل حوالي سنتين أو ثلاثة سنين بتحصل في A و B وممكن إن نحن نتتبع change لهذا minor change دي ممكن نعمل الـ اللي هتحصل في المستقبل ونصنع لها vaccine زي ما حدثتك شايف هنا في drift حصل طائرات بسيطة لهي الأبيضين لكن shift هنا حصل تغير major وهو ده خطورة هذا الفيروس الجديد في antigenic shift ده بيحصل كل 15 سنة وده بيحصل كل ثلاثين أو ثلاثين السورس دايما بيبقى رضوار ممكن كمان إذن بااليان according to هنقول الحصر البريك الزاكي الـ spread عن طريق drop fits by inhalation وال inpatient period من 1 إلى 30 year there is a rapid spread lead to epidemics a virus is attacked in apalospiratory tract which is viral septus مجيني سنيها septu peace نور this we help to digest saline acid we help release of virus from the mucous membrane where the release barbom modification has an enzyme help to release the virus after maturation or infallation is also involved in penetration of the mucous layer المهم in the virus infecting the mucousal cells result in cellular destruction the viremia is very rare influenza characterized by fever headache and pharyngitis and ignoring the nose back the common code complication that happens in influenza in extreme of age young and elderly where we see pulmonary complication include laryngeal tracheal bronchitis occur in children where pneumonia both in extreme of age and children pneumonia caused by bacteria like hemous influenza super infection staphylococcus aureus where steptococcus pneumonia other super infection could be done by adenovirus death rate increase at time of epidemics complication non-pagnonory we have myositis occurs by type B and cardiac complication occurs as a complication in manic in philopathy or rye syndrome occur after intake of aspirin or satiric acid so we can say to aspirin after the infirmation young rye syndrome can happen as a complication sample in laboratory di am known is respiratory secretion rapid examination occurred by immunoflorescence by using specific antibody with tissue culture with innovation tissue culture with serology by doing hemagglutination inhibition test the PICS هو الحيوان الأمثل لتدوث الراقصوص مت تتقابل ال avian و human type وبيحصل strain جديد الإنسان ما عندوش مناعة له عشان كده بيحصل outbreak PICS سام حدثك شايف reassortment of cure in PICS new avian influenza attack Hong kong PICS PICS due to directly infection from the avian host to human هنا ما فيش وسيط اللي هو PICS سام 2 3 5 and 1 برضو attack in asia and egypt كان مموض وده يسبب في وفاة نص الحالات وكان مصدر PICS حصل البريق برضو منقول subtype H1N1 وهو التركيبة بتاعته closing to peak influence لكن هو peak ما كانش مصدره peak كان مصدره الإنسان from human to human نقول ان الخندير بريء تماما من H1N1 الفارق بين H1N1 H1N1 is spread but rarely filtered while H5N1 is very slowly spread but is often different H1N1 and filtered avian flu ذي influenza الضيور ودي influenza L . 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 كل سنتين ثلاث سنين وممكن ندرس هذه الطائرات ونحطر الباكسين الباكسين كان دو 70% عندنا الفلو باكسين اللي هو فلو شوف باكسين اللي هو كيلب ونزل سري باكسين اللي هو اللي ينجا تنينت وسنتاتيك وان فلو شوف باكسين اللي هو يتكون من A&B ويتحضر تحسبا للنكت توينتر تجيب من إنترماسكولر بود ونقول انه يتخذ من الإنفاق مش اقل من 6 أشهر للأطفال نقول الفاكسين الثاني اللي هو نقول الفاكسين اللي هو ويحضر استخدامه ويستعمل من سن 50 اشهر لتسعة وردين سنة للشهر السنتيك كالوفاكسين عيد عبر عن ويستعمل كأمورتال باكسين الكيموكروفلاكسس لدينا الأموراتين ولموتاتين نستعمل بطاقة A بطاقة B أما الـ Neuroidase Inhibitors نستعمل بطاقة A وطاقة B هذا يستعمل ككيموكروفلاكسس يعني الإنسان ممكن يحمي نفسه لو كانت بطاقة بطاقة أما لدينا التعامل أما الـ Amonbatin ولموتاتين يقول إنها أفكتب لكن التميثل ورينزا يكون أما الـ A و B H5N1 جميلة إلى أمامباتين ولموتاتين الفرق من الأفكتب أو الأفكتب بدلاً من الأفكتب الفرق من الإنفلوانزة أو الـ MESIS أو الفيديوانزة ولمونزة أو الـ قوة هريلية تتعامل في الـ أو الـ بيدا بيدا شكرا